أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينا ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء أم الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم ممة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين صعدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لخيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا ذا وين يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون دربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بمعصا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآكر ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالظالمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطْعَنَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ يَهَا أَنْتُمْ أُلَا يُتُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا نَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ عَدُّوا عَلِيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغِيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْذِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُونَ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَذَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ مَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمَ ذِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثات آلاف من الملائكة منزلين من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتتمئن قلوبكم به وما الاسر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن لهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين والكاذمين الغيض والعافين عن الناس الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤكم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجل العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ومعدة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجالة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصامنين ولقد كنتم تمنوا للموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنذرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإما توقد لنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثعب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثعب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانسرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وحسن ثواب الآخرة الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تتيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس المصير ومأواهم النار وبئس مصوى الظالمين ولقد صدقكم الله عده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى فاثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعى سيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمته من أفزهم يظلون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمن من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أفزهم ما لا يبضون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لمرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم الله عليم بذات السدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ الله يحيي ويميت الله بما تعملون بصير ولئن قُذِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُطْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ولئن مُطْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِيَغْتَ لَهُمْ ولو كنت فضل غليظ القلب لا فدوا من حولك فأرفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا زعمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله كمن باب سقط من الله ومأواه جهلا وبئس المصير هم درجات عند الله الله بسير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما صابتكم مصيبة قد أسبتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولعلم المؤمنين ولعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن للذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يديع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحزن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليضر المؤمنين على ماء أنتم عليه حتى يميز القبيث من الطيب وما كان الله ليطليكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسول ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب للذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمتينهم أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد جاء قل قد جاءكم رسل من قبل من البينات رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور لتبلغن لفي أنفسكم ولتبلغن لفي أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تسبروا وتتقوا فإلا ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبلغن لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ذهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظي أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واللهار لآيات لولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما ععتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أديح وعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يقرن لك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وأن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن في إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة اللساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوه إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة والقرباء واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضرية دعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلوا ناموا على اليتاما ذلما إلا ما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حذل وثيين فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ومرثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وسية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وسية يوصي بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثلث من ما تركتم من بعد وسية وسية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولفوخ أو أخت فلكل واحد منهما سدوس فإن كانوا أكثر من أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وسية يوصي وسية يوصى بها أودين غير مضار وسية من الله الله عليم حليم للك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جلات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتبع حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من لسائكم فاستجهدوا عليهن أربعة منكم فإن يشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قالوا قال إني طبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتذنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا بمعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشنوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهو شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قيطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعدكم إلى بعد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات اللخي وبنات اللختي وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فالا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر